بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا أنا حلقات يوم الاتنين عندي حنين شخصي معاه لأنها حلقات في الحقيقة أنا بسميها حلقات الأمل صحيح حلقات يوم السبت برضو بحبها عشان أحبابنا المقبلين على الزواج والمقبلين على تجديد الحياة الزوجية بس حلقات يوم الاتنين عشان بنتكلم عن مستقبنا بنتكلم على يلا نبني نبني أولادنا ولازم لما نجي نتكلم معنا هنتكلم في قضايا مهمة والقضايا دي تكون قضايا ممكن تطور أداءنا مع أولادنا لأن أنا دايما بقول إن في خمس حاجات احنا نتعامل معها بعفوية شديدة جدا جدا وما ينفعش نتعامل معها بعفوية أحد الأشياء المهمة اللي بنعمل معها بعفوية وكأننا بنتولد بيها هي مسألة التربية ما حدش بيتولد أب ولا حد بيتولد أم ما حدش بيتولد وهو عنده مهارة التربية لكن مهارة التربية دي لازم نتعلمها وما فيش حد بيتعلم مهارة التربية من غير ما يقصد أنه يتعلمها ولزيك دي مهارة دقيقة جدا 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 لازم نهتم بيها وعشان كده خلينا حلقات يلا نبني عشان نساعد بعض إن احنا نبني بشكل منهجي وبشكل أمين وبشكل مليان قيم النهاردة نتكلم على حاجة مهمة قوي إحنا كلنا عارفين إن الحب نعمة من أجل النعمة الله سبحانه وتعالى علينا وهي قيمة مسؤوليتها في التعامل بيننا إنها تخرج أجمل ما في كل واحد فينا لكن هل ممكن نعمة الحب الجليلة دي ممكن تتحول لشيء يشوهنا ويفسد علينا حياتنا مش بس يفسد علي حياتنا ممكن تكون خانقة ممكن تكون كمان تتسبب في انحراف أولادنا وخاصة لو كانت في علاقة من أكمل العلاقات الإنسانية اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها سبب الحياة ووصى بيها وعشان كده خلاها في أعلى مقامات علاقة الأبوة والبنوة علاقة العقار علاقة الأبوة والبنوة ساعات بيبقى فيه تحديات كبيرة بينها من التحديات كبيرة في العلاقة ما بين الأب والابن تحدي بيقابل للأهل والأولاد بيخلي العلاقة تختل ويخلي الأدوار اللي بينهم أدوار منزوعة القيمة والبركة التحدي ده هو تحدي أنا بسميه الحبل السري بين الأهل والأولاد يعني ايه الحبل السري اللي ما بين الأهل والأولاد عارف انت لما الولد بيكون جنين أول ما بينزل وبيخرج من رحم أمه بيبقى فيه حبل هو اللي كان بيتغذى به في رحم أمه لازم الحبل ده يتقطع يتقطع ليه؟ عشان يقدر الإنسان ينتقل إلى مستوى جديد من الحياة الحبل السري اللي احنا بتتكلم عنه ده وساعات أنا ساعات بكاء بدلعا كده بسميه الحبل الأسري يعني إيه؟ يعني إيه الحبل السري ده؟ يعني التعلق ما بين الأهل والأولاد ساعات بيكون التعلق ده زيادة شوي يشبه الحبل السري اللي ما تقطعش مهما كبره ومهما كبرنا يفرد الحبل ده شادت الأولاد ما يقدروش يمشوا غير خطوة واحدة بس ويفضلوا مربطين عندنا زي كده ما نكون رابطانهم بجنزير بس احنا بنبقى رابطانهم بحاجة حنيينة كده لطيفة اسمها الحبل السري فالأهل بيشوفوا إن الحياة كلها هي أولادهم وبيربوا أولادهم إن هما يشوفوا إن الحياة كلها هي أهلهم للدرجة دي لهذه الدرجة في شكلين مهمين جدا بيظهر فيهم علاقة الحبل السري ده أول حاجة أول صورة بيظهر فيها الحبل السري ده التعلق الشديد بالأولاد في الخوف عليهم لدرجة إن احنا نعزلهم عن الحياة ونحسسهم إن المصدر الوحيد للأمان هو إحنا ونبقى دايماً عايزينهم يبقوا جنبنا لأن محدش هيخاف عليهم قدنا ولما يخرجوا للحياة بنحس إن قلوبنا موجوه عليهم فنتطر نحسس أولادنا بالزمد عشان ما يبعدوش عننا أبدا فيحسوا دايماً إن الجحيم هو البعد عننا ولازم عشان نحس بالراحة لما الولد يخرج أقول له شفت محدش بيفهمه غيري محدش بيحس بيجي غيري أنت مش هتقابل حد فهمك ولا بيحبك ولا بيه فالولد يحس إن بره دي بره رغابة بره لوحوش الشكل ده من التعلق بالأهل بيربي في أولادنا بعض الأحيين يربيهم على التعلق الشديد بالأهل فتبقى الحياة كلها بالنسبة لهم ماما وبابا وما بيقدروش على الاستقلال عنهم الاستقلال بمعنى الإيجابي الاستقلال بمعنى إن الواحد يبقى راجل الاستقلال بمعنى إن الواحد يكون عارف إن هو بيعيش عشان الحياة فيها أدوار كتير هو لازم يستعدلها ويفضل الأولاد مهما كبروا عندهم اعتماد نفسي نفسي قبل ما يكون اعتماد لوجستي أو اعتماد إجرائي لكن اعتماد نفسي على الأهل وده اللي بيخلي الأولاد بعد كده في بعض الأحيين يبقى هو اعتمادي فيعتمد على زوجته فيحس إن هو مش راجل البيت فالأولاد ساعتها بيحسوا ما يحسوش بالأمان غير في وجودنا ويبقوا مهزوزين وحسين بالعجز لما يبعدوا عننا أو يكونوا في مكان ما احنا مش موجودين فيه يحسوا إن هما مش قادرين إن يكونوا موجودين أنا عايزة أروح لازم بابا وماما وده اللي بيخلي كتير منهم لما بيروحوا المدرسة بمناسبة دخول لمدارس يعني وحنا كلمنا ده عشان مناسبة دي مناسبة دخول لمدارس تخلي الأولاد مش قابلين إن هم يتعلموا من حد مش قابلين يتعاملوا مع حد لأن الحد اللي هم يتعاودين إن هم يتعاملوا معه هو بابا وماما وده بيخلي إن لو الواحد من الوالدين انتقل وتوفي ربنا يمد في الأعمار مع حسن العمل ممكن الإبن أو البنت ينهاره ويصابوا بكتئاب شديد وساعات بتتحول حياتهم وساعات بيحصل لهم الترابات نفسية ويقعدوا فترة طويلة جدا 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 زي ما حصلت لهم حالة نفسية يحاولوا يتعافوا ويقفوا على رجليهم مع إن بعض الناس بيكونوا أوفيقة جدا جدا لأبوهم وأموهم وتاني يوم بيكملوا حياتهم برا بأبوهم وأموهم